مساكم الله بالخير وتقبل اللطاعتكم من خلال هذا الفيديو راح اتكلم باللغتين العربي بعدين ما يعلم و راح اترجم اللي قلته بالضبط ان شاء الله راح يكون هذا الفيديو بخصوص فيديو انس انتشار بالسوشال ميديا راح نشوفه مع بعض بعد شوان ایلا ورود امسلا لائکیو نمسکارو ایلا ورود امسلا لائکیو نمسکارو ایلا ورود امسلا لائکیو نمسکارو ایلا ورود امسلا لائکیو نمسلا 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 لائکیو ن اشتركوا في القناة نفسي لاحظ صوت ولا حمقت مو لأني مع الهنود ضد الكويتين لا أبداً الموضوع متشدي لكن كوني قريبة من الجالية الهندية فكنت أتلقى العديد من الاتصالات والرسائل اللي يستفسرون فيها عن أسباب ارتفاع أعداد الإصابة بكوفيد ناينتين بين أبناء الجالية الهندية وأيضاً ارتفاع أعداد الوفيات فيما بينهم فهل مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمقيمين يختلف عن الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين فكنت أقول أن لا وهذا الكلام غير صحيح لكن يتم كلام وغير مدعم بأدلة وكنت دائماً أقول أن السلطات الصحية تعمل بتوجيهات سامية من صاحب السمو الذي أمر أن تقدم الرعاية الصحية للجميع على حد سوا هذا الفيديو بالنسبة لي كان دليل كبير وعلى قولتهم شيء خليني أحب حتى صبعي بعينهم وأقول أن الكويت هي بلد الإنسانية وبلد لا تعمل بأنصرية أبداً حتى في ظل هذه الجائحة كون أن شخص هندي أو من أي جنسية أخرى يتلقى العلاج بأحدث مستشفى موجود في دولة الكويت وهو مستشفى جابر الأحمد وأيضاً المستشفى هذا بالذات مخصص للكويتين فقط في ظل هذه الجائحة فتح بابها للجميع فهذا خير دليل على أن الكويت بلد إنساني الحين راح أترجم الكلام اللي قلته بإذن الله حرفياً لكن بالمليال من الدولة الكويت لأن الكويت من سكرمه كنت نشاهدنا كويتين مستشفى المعلومات على الوع общем ما يحدث اشتركوا في القوة على صفحı قال في الدرجة قالف din한테� وطفال إن slip của أه結 rates ثم من هذا الاстрой بسبب ب DXO يقدمات كل هذا الوطفال قال في الدرجة تعالون يعطيى amid هذا المست Nick تعالى من يوم وطفال يتم테� Boden ويجعله عابر سريع غير ضار على دولة الكويت هذه الفيديог